النهاردة هنتكلم على مرض أصبح ضيف تقيل أوي علينا كان الأول بيجي في الخريف والصيف أو في الشتاء والخريف دلوقتي بيجي طول السنة معنا المرض ده إحنا كلنا تكلمنا عليه كتير أوي أوي بس برضو متواجد ومتواجد دائم وهنقول ليه متواجد أما ناجي نتكلم على الوقا مرض إيه اللي هنتكلم عليه النهاردة؟ الحمى الكل عين إيه هو الحمى الكل عين؟ هو مرض فيروسي معدي سريع الانتشار بيصيب الحيوانات المستأنسة والبرية زي الظلف المشكوك خلي بالكم الظلف المشكوك يتميز بإيه؟ بحمة تكرحات في الفم والقدم والضرع من تعريفه أنه فيروس يبقى إيه علاجه؟ علاج أعراضي وأهم حاجة في إيه؟ الوقاية طيب المرض ده موجود فيه التوزيع الجغرافي للمرض ده المرض ده في معظم بلدان العالم ما عدا أمريكا الشمالية والوسطى وأستراليا واليابان وعدد من الدول الأوروبية طيب ليه المرض ده مهم عندنا وعند الناس كلها؟ عشان الخسائر الاقتصادية اللي بيسببها المرض ده بيعمل إيه؟ بيعمل انخفاض في إنتاج اللبن انخفاض في إنتاج اللح التهد ضرع الحيوانات الحلابة تكلفة زي إيه ده جدا من استخدام الأدوية ظهور حالات وفيات في العجود الرضيعة ممكن تصل إلى تسعين في المئة من إجمالي العجود الرضيعة المصاب طيب إيه السبب؟ أسباب الإصابة إيه بالميكروب ده أو بالمرض ده؟ أسباب الإصابة فيروس تابع لمجموعة بيكورنافيردي فيروس والفيروس ده له سبع عطرات مختلفة مختلفين عن بعضهم عن بعض من الناحية المناعية والسيرولوجية يعني الإصابة أو العدوة بنوع واحد من هذه العطرات لا يعطي مناعة ضد الأنواع الأخرى يعني يعني السبع عطرات الموجودين لهذا الفيروس العطرات دي هي إيه؟ الأ الأ الس سات واحد سات اتنين سات تلاتة الأش أش يا وان تحت السبع عطرات دي أخوانا بيوجد تمانين ساب سيروطايب ومن ممكن تظهر عطرات جديدة ساب سيروطايب جديدة لذلك يوجد صعوبة كبيرة لإيجاد برنامج تحصين واقع واضح وذلك بسبب تغيير الرهيب في الصفات الوراثية للعطرات زي ما احنا شايفينه دلوقتي على البلازمة ده صورة الفيروس بتاعنا الاي والاو والسي أخوانا تخصص أفريقيا سات واحد واثنين وتلاتة في كل أنحاء العالم أشيوان في الدول الأسيوية خواص الفيروس دي إيه؟ الخواص بتاع الفيروس أهم حاجة أنا دايما نتكلم عليها أقولي يا أخوانا لازم نعرف العدو بتاعنا لازم نعرفه ونقول هو إيه؟ العدو بتاعنا ده هو الفيروس بتاع العائلة بتاع البكورنافيردي فيروس ده صفاته إيه بقى؟ إنه بتأثرش بالمطهرات العادية ولا الكحول ولا الإسير ولا مزيبات الدهون إيه المطهرات الفعالة ضد الفيروس ده؟ اللي هي هيدروكسيد السوديوم وكربونات السوديوم طيب توجد نواة تقضي على الفيروس نهائيا؟ أيوة توجد نواة تقضي على هذا الفيروس مثل كابريتات النحاس 4% وبكربونات السوديوم 4% وهيدروكسيد السوديوم 2% والفورمالين من 1% ل 2% الفيروس ده عبارة يبيعمل إيه؟ الفيروس ده أخوانا بيعيش حي في الأدوات الملوسة سنة كاملة وعى الملابس والأغذية من 10 ل 12 أسبوع أخطرها كمان أنه بيستمر في إعظام الحيوانات النفقة فترة طويلة عشان كما نجي نتكلم في الوقاية هنتكلم على إزاي نحرى أو ندفن الحيوان النافقة بيقعد في اللبن 6 أيام عند درجة حرارة 18 درجة مقوية وفي اللبن المجفف بيقعد سنتين وفي الأجبان اللي حابنا كلها بيقعد شهرين هذا الفيروس بيفضل حي في الروس الجاف مدة 14 يوم وفي الطربة بيفضل حي مدة 28 يوم بيتواجد في اللبن وفي السائل المنوي أربع أيام قبل ظهور الأعراض على الحيوان يعني قبل ما تظهر الأعراض على الحيوان بأربع أيام بيه موجود في اللبن والسائل المنوي يقضى على هذا الفيروس عند درجة حرارة 65 درجة مقوية لمدة 6 دقائق وفوق درجة الحرارة 56 بيتوقف نشاطه نهائي عشان كان المفروض أنه بيقل في الصيف بس هنقوله ولسه منتجر ليه الفيروس دي يا أخوانا بيعيش في منطقة البلعوم ونشوفها برضو معنا في الصور في الفيديوهات المصاب لمدة عميل الغنمة أو الحيوان المصاب بيعيش هذا الفيروس في منطقة البلعوم بتاعته دي سنتين الأغنام والخنزير بتصبح حملة للعدوى للأبقار لمدة أسابيع عندك غنم وعندك خنزير مصدر عدوى للأبقار تفضل حملة لهذا الفيروس الحيوانات ذات الإضرار العالي بتتأثر أوي أوي بالمرض الحيوانات ذات الإضرار المنخفض الإضرار المنخفض تأثيرها أقل الأبقار أكثر حساسية للإصابة بالعدوى لأن تعرفين الفيروس ده فالبقار أكثر من الأغنام وأكثر من الجموس من الإصابة بهذه العادوى الحيوانات الأخرى الحيوانات الرضيعة أو الصغيرة أكثر تأثر من الحيوانات الكبيرة ليه؟ الفيروس بيصيب المايوكارديم خلايا المايوكارديم في القلب وبيسبب النفو طيب الحيوانات المحصنة أو اللي أصيبت قبل كده وتم شفاها عند ولادتها قلب لكم كويس قوي بيكون السرسوب به أجسام مضادة للمرض ده ويمكن تستمر الحماية هذه الأجسام يمكن تستمر هذه الأجسام المضادة لمدة 23 يوم الأجسام المضادة دي IGG الموت بيحصل في الحيوانات الكبيرة نتيجة إيه؟ مش نتيجة الحمى الكلعية نادر حدوث نتيجة الحمى الكلعية ولكن يحدث نتيجة للمضاعفات اللي بتؤدي إلى نفوك بكميات كبيرة نتيجة إيه؟ للإصابة بالعدوى السنوية المتمثلة في اللاهوئيات والباستريل اللي هي الكوليستريديا والباستريل دي أخوانا اشتركوا في القناة